عربها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اهتمامه بالمشاورة الجارية بين وزارة الكهرباء وشركة فورتيسكو الأسترالية للطاقة من أجل التوقيع قريبا على اتفاق اقامة مشروع للشركة الأسترالية في مصر لإنتاج الهايدروجين الأخضر وخلال لقائه رئيس مجموعة فورتيسكو الأسترالية أندرو فورست عشر مدبولي إلى أن اهتمام شركة كبرى مثل شركة فورتيسكو بالسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وأكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة من جانبه أكد فورست أن شركته مهتمة بمشروعها المقبل في مصر في مجال الهايدروجين الأخضر مشيرا إلى أنه سيكون بداية لمزيد من المشروعات والتوسعات المستقبلية ولسيما أن مصر تتمتع بكل المقاومات الجاذبة للاستثمار شكرا